اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية تعددت المسميات والوجع والألم الحقيقة أحيانا يكون متكرر مرة يقول لك لا ده انت عندك انزلاء غضروفي ده انت عندك دسك ده انت عندك عرق النساء كل دي مسميات لشيء واحد بيحصل في فقرات البني آدم ده تقريبا يعني فهمته من يعني استاذنا دكتور محمد موسى دكتوراه واستشاري ألام العمود الفقري طب جامعة القاهرة واستشاري مدرس علاج الألام وكلية طب المنصورة زحك دكتور اهلا بحضرتك تهيالي كده انا فهمت من حضرتك كده انه على مدر يعني حلقاتنا مع بعض انه لما بيحصل مشكلة في العمود الفقري او الفقرات او كده تضغط بقى على الاعصاب مرة تضرب في عرق النساء مرة توجع في الرقبة يعني ألام متعامل مرة تعمل صداع ولا ايه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية كلامنا احنا كلمنا كتير عن الانزلاق الغضروفي قبل كده واكتر الاعراض طبعا اللي هي الالام اللي هو الاسم المتعرف عند الناس لو عرق النساء لو الانزلاق الغضروفي قطني يبقى انزلاق او غضروف لامس العصب حاجة برزة خارجة من الغضروف زنق على العصب الآلم بيجي يسمع في الرجل من اولا لاخرها احساس بالتقلصات تنميل صعوبة في المشي والحركة وبيجي طبعا بآلام حدة او التاكس عنيفة جدا ممكن البناء ادم زي ما حتك شافت دي صورة الانزلاق غضروفي عنقي جزء خارج من الغضروف اللي احنا مشاورين عليه دوت وزنق على العصب طبعا يعمل آلام فيديده في الرقبة ويعمل آلام شديد ياخد الدراع من اول والاخر صداع تنميل ده انزلاق غضروفي عنقي الفقرات العنقي ده في الرقبة ويعمل آلام شديد في الدراع او تنميل او صداع او آلام في روح الكتف تمام وممكن الآلام ينزل لوسط الظهر او يطلع لمنطقة السدر من قدام كل ده جاي من انزلاق اللي موجود في الرقبة ويعمل آلام في الكتف ياخد من الرقبة يسمع في الكتف ويبقى مريض بشتك من كتفه والمشكلة كلها جاي من رقابته نعالج الانزلاق اللي في الرقابة الأعراض بتاعة الألم اللي في الكتفة أو الصداع أو التنميل أو الألم اللي بينزل لوسط الظهر تتحسن لو الانزلاق اللي غضروف يقطني ألم في أسفل الظهر يمسك الرجل من أولها لأخيرها في شكل أتاكس أو كهرباء أو لسعات أو تقلصات أو تنميل أو ألم حد يمسك من أول منطقة الإليا لحد منطقة الصوابع أو الصعوبة في المشي والحركة والوقفة والتقليبة في النوم وكده وطبعا دي مشكلة يعني منتشرة جدا طبعا واللسعات دي يا دكتور زي القهرابة كده كأنها تسعق الرجل فجأة لحد ألم يروح وييجي ما ده حضرتك لأن العصب مضغوط عليه أو فيه التهاب شديد على العصب بيعمل ألم شديد في الرجل طبعا مع المجهود الزيادة أو شيل أو طبعا السمنة أو كده يبدأ يحصل بقى الألم الشديدة دي طيب هل ممكن يحصل لواحد من فوق لتحت يعني يجيله في الرقافة ويجيله في الكتاب ويجيله في الضار ويجيله في الرجل يعني يبقى موجوع من فوق لتحته طبعا كتير أول من الحالات بيبقى عندهم انزلاقات متعددة في الفقرات العنوقية في الفقرات القطنية في الفقرات الصدرية ده بسبب بقى إده مثلا قعدته غلط أنه بيستخدم مثلا موطي على طول ده بسبب إيه؟ هو طبعا يعني برضو أكتر الأسباب اللي هو ضعف العضلات شيء للحاجات التقيلة الناس اللي بتقعد على مكاتب الفترات طويلة وبتسوق الفترات طويلة بيحدث تيابس في العضلات أو ضعف في العضلات وبيبقى فيه استعداد يعني هو المشكلة طبعا دي ما بتجيش من يوم يعني ألم بسيطة بتبدأ في الأول وأنا باخد لها مسكنات مع الوقت بدأت المشكلة تزيد مع الوقت بدأت أن أنا مش عارف أتحرك مش عارف أعود بقت المسكنات ما بتجيش نتيجة إلى أن الأمور تتطور بقى لمراحل متقدمة يبدأ يحصل أن الرجل ما عادش بتتحرك لما الأمور تتطور يعني طبعا نتمنى ودي الفقرات دي احنا بنعملها مخصوصة عشان الأمور لا تتطور بالضبط احنا المفروض نروح إمتى للطبيب لما الألم يبقى بسيط الناس بتروح لما الألم بيبقى شديد وما بتستحملش طول ما هي قادرة تتحمل بتروح فحيك بنروح لك للطبيب بتدينا الأول عليك تحفظي الأول وبعد كده بنوصل للمرحلة بتاعت اللي هو التدخلات المحدودة دي امتى التدخلات المحدودة طبعا إحنا في الأول بعد فحص المريض ورؤية الأشعة المتقدمة وبنشوف المستوى الانزلاق أو الغضروف اللي موجود دوات أو السبب إلى أنه ممكن يكون التهابات في مفسر الحوض ألم نعمود الفقري دي ليه أسباب كتيرة ألم في المفاصل ما بين الفقرات مع طبعا الأدوية بقى تحفظية لأدوية التهابات الأعصاب والمسكنات وكده حتى لو المريض بيأخذها بقى له فترة ومش مستريح الجراحة لها دواعي معينة إحنا ردنا الإجراءات بتبقى ثلاث حاجات مسكنات إجراءات جراحية تمام اللي هو بقى بيفتح أو بيعمل جراحة شرايح ومسامير وطبعا دي ليها دواعي معينة لو سقوط الأدم أو عدم تحكم في التباول ودي نسبة ضئيلة من الحالات طيب الحالات اللي هي ما فيش فيها الدواعي دي هي نسبة الميجور أو النسبة الأكبر بقى في الحالات اللي احنا بنلجأ بقى للإجراءات البديلة للجراحة الإجراءات التداخلية المحدودة البديلة للجراحة منها الإجراءة اللي زي ما احنا حانتش شفتي من شوية اللي هو تبخير الغضروف التبخير ده نوع من أنواع الليزر بيعمل زي قنوات جوا الغضروف فبيخلي الجزء اللي بارز يبعد عن العصب فيه حاجة زنق على العصب فبيخلي الحتة اللي بارزة وزنق على العصب وعملها الألم الشديد اللي مسك الرجل من أول إلى آخرها طبعا ما تبقى ألم وبريحها ما بتفرقش المريض مش عارف يتحرك مش عارف يقف مش عارف يععد مش عارف يمارس حياته أو يشوف الحاجات المسؤولية حتى إن خد مسكنات أو مضادات للالتهاب بتعود وبطالها بتعود ما هي في الأغلب بيبقى معظم المرضى أنا جربته ومش مستريح وبقالي فترة طويلة باخدها ومقافلي حياتي ومقافلي مش عارف يقعد مش عارف مارس حياتي حتى لو أنا بقعد بمسكن فمتدايق من الألام الشديدة الموجودة وكبه فالإجراءات التداخلية اللي هو التبخير أو الليزر اللي هو بيحجم الغضروف شوية بيخلي الجزء اللي زاني أو ضاغت ده يبعد شوية على العصب فبيحجمه هو بيخلق مجال جوة الغضروف فبيخلي الجزء البارز يبعد فالعصب بيستريح فالأعراض بتروح حياتي بتقول تبخير أو الليزر هو التبخير نوع من أنواع الليزر تمام بيعمل زي قنوات جوة الغضروف فبيخلق مجال جوة فبيخليها نكمش أو الجزء اللي بارز اللي زاني يبعد فالعصب بيرتح فالأعراض بتروح وبنعمل بقى تردد حراري على الأعصاب نفسها الملتهبة وده طبعا بيعالج الالتهاب والألام بتاعت الأعصاب بتعمل يبعد يعني أحنا للوقات عرفت أن التبخير ده بيقوم بعد العصب عن الحتة اللي بارزة أو الحتة اللي بارزة يبعده التردد الحراري بقى في الباقي بيعمل التردد بيحل مشكلة الألم زي ما حضرتك شايفة كده إبرة تحت جهاز أشعة وبنوصل للعصب اللي عمل الألم يعني مثلا لو غضروف ما بين الفقرة الخامسة والعصاصية الأولانية العصب المتأثر اللي هو الخامس القطني أو العصاصي الأولاني بنشوفه تحت جهاز الأشعة بنحدد المخرج بتاعه وبنحدد مكانه وبنوصله زي ما حضرتك شايفة تحت جهاز أشعة زي جهاز الرانين كده وبعد كده بنوصل للعصب وبعد كده بنعمل التردد الحراري اللي من خلال الإبرة الدقيقة دي بيخش الكابل بتاع التردد بيطلع موجات ردودية نابضة مضادة للالتهاب بتداول التهابل على العصب وبتداول أنسجة الملتهبة اللي هي عاملة الألم الشديدة يبقى أنا عالكت السبب الغضروف اللي كان زيني وعالكت العصب اللي عامل الألم اللي اتنين اتعالكم طب سؤال يا دكتور الموضوع ده آمن لأن الناس بتخاف من فكرة أضرب حقنا في العصب في الظهر بص حضرتك الموضوع آمن جدا لأنه إجراء تداخلي محدود وإحنا شايفين تحت جهاز أشعة ومحددين مكانه بدقة تمام وبنعمله ألاف وألاف مرات من غير ما نفتح أو نجرح والموجات الترددية هي موجات مضادر الالتهاب بنحقن برضو أدوية مزيبات للالتصاقات وعاجات فك الالتصاقات والالتهابات وكده لكن بنعتبر على الموجات الترددية النابضة ويسه بالتالي هو آمن جدا 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 مع طبعا لأنه نحن بنمرسه من سنين طويلة جدا وفكرة الحقنا في العصب والكلام ده عادي تحت جهاز الأشعة وإحنا شايفين وبدقة ومنحط أدوية مزيبات للالتصاقات بشكل دقيق وإحنا محديدين المكان على الحتة الملتهبة اللي عاملة الواجعة بحيث أن الالتهاب يروق والعصب يتعافى ويقوم زي أننا حللنا المشكلة بالإجراءات التداخلية على الغضروف أنا مش عامل حاجة تسكن الألم ويسيب المشكلة نفسها موجودة لأن المشكلة بتكون عاملة أعراض أنا مش عارف أعود لأني في حاجة زنقة فلما بنخف الضغط على العصب الأعراض نفسها بتروح يبقى أنا عالكت الألم وعالكت المسبب الوالغضروف الانزلاق اللي موجود البروس طيب ده في حالة إيه بقى؟ ده في حالة الشخص اللي هو إيه يعني ما عندوش حاجة سيفير ما عندوش وزن زيادة ما عندوش حاجة مكسور يعني مش كده برضو بص حضرتك هو الموضوع الألم العمود الفقري دي حاجات موجودة للشباب الصغيرين للأعبار الكبيرة للميدل إيج للسعيدات للأكثر للأكثر بالضبط كده ملوش حلاق بالضبط لكن طبعا السمنة والمجهود الزيادة والناس اللي بتبزي المجهود كبير جوه البيت بتاحها وبتشيل حاجات تقيلة طبعا معرضين بشكل أكبر يبقى عندهم المشكلة أكبر أو أن الأمور تتطور معهم فهي الإجراءات التداخلية برضو هي يعني أنا يعني هو حل بديل للجراح أيوة ده إجراء تاني اللي هو شفط الغضروف زي ما حاجت شافها فيه إبرة تحت جهاز الأشعة وصلنا للدسك لو تلعزي حضرتك الجزء بس وده عليه قطعة بيضة كده صغيرة ده شفط شفط من نواة الغضروف حتة كبيرة من الغضروف زنق على العصب فأنا بشيل من نواة الغضروف بأخذ منه بأخذ منه إيه بقى الجيلاتين ده بالضبط كده أن يكلر المادة اللي جوه النواة بتاعت الغضروف بتخف البرجر بتخف الضغط على العصب ما هو الجراحة كده والغضروف نفسه ما يتأثرش لما أشيل منه الجيلاتين لأن أنا بأخذ نص ملي ده حاجة سبحانك يا رب بالضبط والنص ملي ده كافي من المريض يستريح يعني حتى الليزر بتحين أنكو في حاجات تانية بتحقنه جيلاتين لا ده في الرجبة لكن في الغضروف لا الغضروف هو حاجة ما بيوصلهاش دم ده في حاجة زنقى في حاجة ضغطة لفكرة الجراحة أنه بيشيل من الغضروف لحد ما البرجر أو الضغط اللي على العصب يستريح احنا برضو بنعملها بس من غير ما نفتح من غير ما نجرح لو انزلاقات بسيطة أو التهابات على مفصل الخوض الالتهابات اللي في أسفل الظهر آه بنعالجها طبعا بالتردد فقط والتردد بيبقى كافي في الحالات دي طيب ده منزار آه ده منزار حتة كبيرة منفجرة بقى خرجت وزنقت على العصب طبعا بيتيجي في الحالات دي المريض بيبقى جاي يعني فيه ألم مبريحة طبعا في رجله طبعا وممكن جاي متشال يعني خلاص احنا وصلنا لمرحلة ان حتة كبيرة قوي خرجت تتعالج برضو بالتردد الحراري ده منزار منزار يعني ايه برضو ده اسمه منزار جانبي برضو بتخدير موضعي آه يعني ده برضو مش عملية بالضبط وبنخش بموسعات دقيقة جدا وبنوصل الجزء من الغضروف أو الفراجمنت القطع اللي خرجت من الغضروف وزنقت على العصب وبنشيل الحتة بس اللي خرجت وزنقت على العصب والعصب يتحرر فعلا ويبقى كويس بالضبط الشكوة في الاول هي مشكلة العصب شكوة الالام بتاعت العصب فانا هدفي كله هو علاج العصب اللي نفك الضغط عليه أو أقل من الضغط عليه لا ده في التكنيكسي نفسها ده في المنزار وانا داخل شكوشة لا شايفة شكوش فتخضيت لا ده حاجة بس عشان نخش جوه القطع اللي هي اللي خرجت وزنقت على العصب وده يجرى متطور طبعا بنعمله الحالات دقيقة أولئلة جدا اللي وصلت لمراحل متأخرة جدا في العمليات وكده هل دي أمينة لهم؟ طبعا الإجراءات التداخل اللي يزم حاجة شفتي في الأول والتردد والتبخير والليزر هو إبرة في الآخر ما فيش أثار أصلا لها خالص إبرة وتحت جهاز أشعة وموصل بنعالج الالتهابات أو المفاصل كتير طبعا من مرضى السكر الإجراءات مناسب جدا لهم لأن ما فيش فتح ولا جرح طب إحنا عندنا إيه تاني غير يعني طب خشونة الرقبة عندنا إيه تاني ممكن لو فيه حتة منفجرة من الغضروف وزنقل على العصب وستقصلناها بالجزء اللي هو الخارج ده بالمنظار الجانيبي أو كده وبنعمل معاه تردد حراري على الأعصاب اللي هي عاملة الألام أو الالتهابات الشديدة اللي موجودة لأن التردد بحل مشكلة الألم لكن في حالات عندي لو حتة منفجرة لو أنا عملت له تردد حراري بس المريض مش هستريح لأن في حتة منفجرة فأنا كده ما عليكتش المشكلة أيوة فهتظل الأعراض موجودة فلازم يبقى إجراء متطور عشان الأعراض تروح لأن أنا مش ببص للمريض بعد أسبوعين أو ثلاثة لا أنا ببص له بعد سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لما هيشيل ويقف ويحمل ويسافر فلازم يبقى أنا بعمل إجراءات متطورة من الأول عشان تجيب نتائج مرتفعة وطبعا الإجراءات زي ما قلته حاجة إجراءات بتتم بمنتهى الدقة وبنعملها كتير جدا فيش فيها أي مشكلة خالص مالغاش أعراض جانبية طبعا مع الممارسات والتقنيات العالية فالنتاج يعني متوسطها حوالي 70% لـ 80% طيب فيه ألام بقى مزمنة هل الألام دي ممكن تركع تاني يعني بعد ما عمل كل هذه الإجراءات التداخلية المحدودة هل أنا بتبقى الفترة لأنه طبعا إحنا عارفين أنه أحيانا العلاج اللي هو التخفزي بيبقى فترة وجيرجع هل دي بتركع تاني ولا إيبقى تطور الإجراءات الإجراءات التداخلية المحدودة العلاجية زي الليزر اللي نتكلمنا عنه الشفط والتردد لا هي إجراءات علاجية نسبة الرجوع فيها تكاد تكون منعدمة مختبرة لحضرتك لكن زي ما قلت لحضرتك هو برضو في حالات ضئيلة بتحتاج للجراح أيها إحنا ما بننكرش للجراح الجراح عليها دور في بعض الحالات اللي وصلت لمراحل متأخرة جدا واحد حصل عدم تحكم في التبول وصلنا لمراحل متأخرة جدا سقوط في رجله ففي حالات بقت لازم يتعامل الإجراء الجراح إحنا بنعمل ده الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التداخلية المحدودة اللي هي بداء الجراحة اللي إحنا ما وصلناش لمرحلة الجراح وده يمثل حوالي 80-90% من الحالات يعني من كل 10 حالات فيه مثلاً 8 بالضغط بنعمل إجراءات التداخلية وممكن ما نلجأش للليزر ممكن ما نلجأش للمنظار التردد ده يحل المشكلة طبعا اللي هو بمجرد إبرة ضقيقة جدا وبيعي أعالج الإلتابات وده كتير من الحالات طبعا أنا شايف حاجة بتقول إنه مثلاً فيه ألام الحض المزمنة فيه ألام العصعص بالضبط ده دي يعني دي إزاي ألام الحض أنا يجري يمكن إحنا التردد الحالي اللي يدور كبير جدا فيه علاج الألام المزمنة منها مثلاً ألام الحض المزمنة لدى السيداتين كان لسه جاي لحالة كانت متحولة من دكتور زميل طبيب نسا والساد زميل بالضبط كده وعندها ألام مزمنة في منطقة الحض والمناطق التناسلية والبنت بقالها فترة واسنين بتلف مسكنات ووصلت لمراحل بسبب إيه؟ ألام مزمنة أحياناً بقاش لها سبب يعني هي مشكلة بدأت تزيد بتاخد مسكنات ما بتستريحش هيكات عملت كذا من ظهر الحقيقة وممكن برضو مع المناظر يعني ما لقاش عندها حاجة بالضبط مش عارف إيه المشكلة وألام مبرحة دخل بالمنظور مرة واثنين وثلاثة الحالات رزية كده يمكن أنا عملت لها إجراءات داخلية عملنا غلق للعقدة العصبية السنبساوية تحت جهاز الأشعة اللي هي مسببات للألام وبرضو كان عندها ألام شديدة في منطقة العصعص حقلنا في منطقة العصعص وأغلقنا العقدة العصبية السنبساوية المسببة للألام الشديدة في منطقة العصعص ما نعمل جراحة ولا حاجة وعالجنا الالتباك عندها برضو ألام مزمنة في أسفل الظهر والمشكلة تحالت يعني بنسبة حوالي 80% طبعا دي نقطة مهمة جدا يعني ده إيه؟ يعني تعتبر حياتك عندك العيادة علاج الألام بغض النظر هي عمود فقري ولا لا؟ طبعا ده جزء كبير من الحالات عندنا آه يعني دي قصة تانية خالص مش بس تخصص عمود فقري بالزبط كده علاج ألام مالوش علاقة بالعمود الفقري ولا الانزلاق بالزبط كده ألام مزمنة في منطقة الحوض ايه تاني؟ ألام العصعص والعصعص تمام برضو ده ليه عقدة عصبية سمبسوية صغيرة كده بتبقى موجودة بنغلقها ودي بتبقى ألام مبرح مش عارف يعط وألام مبرح هدي ليه علاقة بالنصور؟ بتبقى شكل هو ممكن المريض بيروح في الأول يكشف عنده دكتور الجراحة أنه عنده نصور ما يبقى شكل مشكلة من نصور هو التهاب مزمن على منطقة العصعص ايه ده لوحده كده من غير نصور؟ لوحده بالزبط كده وبرضو ممكن يكون مع الوزن أو شيء التهابات مزمنة بنعالجها والمريض بيأخذ مسكنات ومش مستريح بنعالجها بالترد والحرارة يعني حتى يعني موضوع النصور ده متعب وحيان يرجع يعني ساعة يقولك إيه دكتور الجراحة شخصيا يقولك إيه عملهولك بس ممكن يرجع تاني فعلاج العصعص اللي هو بيبقى تقريبا نفس الألم ينفع يتعالج حتى لو هو نصور يا دكتور؟ العصعص ما نبرحك ليه ألم هو طبعا بالفحص الكلينيكي العصعص ليه مكان معين هي عضمة في آخر منطقة الفقرات اللي احنا بنقعد عليها فبيبقى فيها التهاب مزمن عليه غير النصور غير الشرخ ده حاجة تانية هو بالفحص الجراحي خلاص هو ده اكسكلودد أو استبعت بقت المشكلة كلها جاي من العضمة دي وعمل ألم مزمنة في الأعداء مش عارف يقعد فاحنا بنغلق و بنعالج الالتهاب اللي عليه العقدة العصبية السنبساوية المغزية تحت جهاز الأشعة وبنعمل تردد على العقدة دي و بنعالج الالتهاب و بنحقن العصب المسبب لها بالأدوية مضادات للالتهاب و النتاج بتاعتها مرضية جدا فعلا بتوصل لـ 80% والمريض بيلفه بياخد مسكناته و مش مستريح فيه برضو ألم العصب الخامس والصدع النصفي برضو من الحاجات اللي بنعالجها بنعمل إجراءاتها داخلية محدودة للعصب الخامس طبعا العصب الخامس بيبقى ألم مبرحة في الوجه بتاخد منطقة العين و منطقة الخد و منطقة الفك و بنخش تحت جهاز الأشعة و بنوصل و بنعالج العصب الخامس زي ما حدك شايفة كده ده برضو كبديل إجراء جراحي متطور جدا و بيبقى المريض بيعاني من ألم مبرحة في الوجه بتاخد أو كهرباء أو كده و بنكوي العقدة العصبية اللي هي مغزية للعصب بالتردد الحراري إذن كل زي طبعا خشونة الرجبة طبعا آه يعني كل الألم المزمنة لها حل إن شاء الله وبإذن الله يعني أي حد بيعاني بقاله سنين إن شاء الله يجد حل في التدخلات المحدودة بشكر حضرك شكرا جزيلا و سيد دكتور محمد موسى دكتور واستشاري ألم العمود الفقري طب جامعة القاهرة واستشاري مندرس علاج الألم كلية طب المنصورة نورتنا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة شوفكم على كير في حلقة بكرة بإذن الله